نجيل لوقى إصحاح 19 آية 27 الآية أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتبهم إلى هنا واذبحوهم قدامي يعني عم بيتكلم عن ذبح يعني في ناس فيسمع كلمة ذبح ما المسيح بيتبح كمان في الوقت الحاضر بيتبح ولا في المستقبل ده مثل مش كده والمثل معناه واضح عندما نقرأه إنسان شريف الجنس صافر إلى كورة بعيدة يعني بيكلم عن نفسه رح إلى السماء ولما رجع بيسأل عن المكان ولما رجع لما هيرجع المسيح هيرجع باعتباره الديان في الوقت الحاضر عندما مضى إلى السماء بعت الرسل بعتنا إحنا نبشر ببشارة النعمة وده اللي احنا بنعمله بنقول لأشر خاطي تعالى سيقبلك المسيح وتلاحظ حضرتك أنه في أول الأصحاح ده لوقت 19 في قصة رائعة عن خلاص رئيس عشرين راجل يعني صعب جدا أنه يخلص العشار فما بالك برئيس عشرين لك المسيح خلصه وبعدين بيقول لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك حلو المسيح كان مخلص حلو بس هو المسيح مخلص فقط ولا مخلص وديان ده ناس كتيرة بتنسى هذا الأمر وبعدين الآية اللي في الآخر دي إصبحوهم قدامي ده مش بتكلم عن النهاردة فالنهاردة المسيح ما بيصبحش حد بالعكس ده المسيح الدبح لأجلنا لأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا يعني أنا بقول مش المسيح دبحني مع أن نستحق الدبح لكن ده الدبح عشان يا حمل مذبوح عني لكن ماذا لمن يحتقر نعمة الله ويرفض التوبة ماذا؟ الناس تتمنى أن المسيح يخلص واللي مش عايز يخلص تسيبه براحته لا يا حبيبي هذا ليس إنجيل إن الإنجيل يعلم أنه اللي آمن هيخلص واللي مش هيآمن سوف يدان سوف يمكث عليه غضبا هذا هو الإنجيل مش احنا اللي بنقوله من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان في المثل هنا يعني يدان جاب حكاية اتباحوهم قدامي نعم سوف يقوم المسيح بإيدانة الأشرار ومن يظن بخلاف ذلك هو واهم المسيح اليوم مخلص وغدا ديان وعليك أن تختار تحب تقابل المخلص ولا تحب تقابل الديان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة